موسيقى أعزائي المشاهدين تحدثنا في الحلقة الماضية عن المهاجرين أو المهاجرين الإسماعليين أبناء هاجر الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله كما جاء في سورة البقرة الآية 188 وكذلك الأنصار أي أنصار الله المسلمون الحقيقيون كما جاء في آل عمران الآية 52 ثم الأعراب البدو المنافقون في سورة التوبة الآية 101 وكذلك الذين كفروا من أتباع المسيح من أصحاب التالوت والقول إن المسيح هو الله كما ورد في سورة المائدات 72 و73 ننتقل لمجموعات أخرى هذه المجموعات كانت موجودة على الساحة بحسب النص القرآني ومن بينهم اليهود والنصارى فاليهود يصفهم القرآن كالمنافقين من الأعراب الذين يجهرون بالإيمان ويخفون الكفر فاليهود بالنسبة له سماعون للكذب ويسارعون في الكفر كما جاء في سورة المائدة 41 كما رأينا في الحلقة السابقة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين وهذا له آثار فيما قدمته لنا شهادة دكتورينا جاكوبيا التي تعود لسنة سمية 34 حيث تخبرنا بابتهاج اليهود بظهور نبي قام مع السرسين العرب وهو أي هذا النبي يخبر عن قدوم المسيح الذي سيأتي فهذا اعتراف خطير من اليهود على ظهور نبي يماهد الطريق لقدوم المسيح وابتهاجهم يدل على تصديقهم لوعد الله بقدوم المخلص من ظلم المتهدين المتهدين البزنطيين حيث تحكي لنا هذه الوثيقة باسم صاحب الخبر أبرهام وهو يهودي قريب للسيد يعقوب متنصر سمية هذه الوثيقة دكتورينا جاكوبيا باسمه ويروي كذلك أي أبرهام كيف عرف أن هذا النبي الذي ظهر بين العرب ليس نبيا حقيقيا من الله فسأل السيد أبرهام أحد المعلمين وهو رجل دين وهو رجل كبير في السن طلع على الأصفار المقدسة عن هذا النبي فأجابه بعد تأوه عميق إنه دجال وهل يأتي الأنبياء بالسيف؟ وقال أيضا إن هذه الأحداث اليوم هي حقا أعمال فوضى واستخلص السيد أبرهام أمر هذا النبي بالقول ليس تم من حقيقة يمكن أن توجد عند النبي المزعوم سوى إراقة الدماء وقوله إنه يملك مفاتيح الجنة فهو أمر غير قابل للتصديق يعني في الأول كان هناك شبه إجماع على أن الشخص الذي يقول إنه يملك مفاتيح الجنة كان نبيا انتصر على البيزنطيين وهذا لا شك أنه أمر إلهي ونصرى ربانية لكن سرعان من قلبوا عليه وكذبوا نبوته لاستخدام السيف بدلا من النبوات التوراتية قبل أن ننتقل للفرقة الثانية وهم النصارى نفهم أولا ما معنى أن نبي العرب يملك مفاتيح الجنة أو مفاتيح السماوات حسب الترجمة فإذا كان نبي العرب قد أخبر أتباعه بأنه يحمل مفاتيح السماوات أو مفاتيح الجنة هذا معناه أنه أحد رسل المسيح المميزين مثل البطرس والتلاميذ الآخرين وباقي الرسل وبحسب العقيدة المسيحية فالمسيح هو صاحب السلطان وأعطى لكل أتباعه ميزة الحل والربط كما ذكر في متى حينما قال لهم كل ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه يكون محلولا في السماء وقد قال المسيح أيضا لبطرس وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات إذن بهذا المعنى أصبح نبي العرب يربط ويحل كأحد رسل المسيح وعلامة نبوة الكبرى انتصاله على البيزنطيين أقوى إمبراطورية في العالم حينها ففكرة مجيء نبي أو رسول بعد المسيح هي فكرة كانت موجودة عند بعض الفرق الضالة كما يعتبرها المسيحيون لأنهم أخذوا العدد 16 من إصحاح 14 لإنجيل يحنى والمقطع يقول وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكت معكم إلى الأبد هذا المعزي بالنسبة للفكر المسيحي هو الروح القدس روح الحق أحد الأقانيم الثلاث أما بالنسبة للفرق الضالة فهو نبي يهيئ الطريق لعودة السيد المسيح كما هيئها يحنى المعمدان لمجيئه الأول والمسيح حسب العقيدة المسيحية يتحدث عن حلول الروح القدس كما ورد في إنجيل يحنى 15 26 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبتق فهو يشهد لي إذن بالنسبة للفكر المسيحي المعزي هو روح الله الذي سوف يمكت مع وفي المؤمنين إلى الأبد وفي المقابل هناك من يعتقد أنه نبياً يبعته الله بالرسالة لتهيئة الطريق وبهذا جاءت سورة الصف لآية 6 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وهذا المجد يكون في آخر الأيام لهذا نجد صدى هذه الفكرة في الصحاح كصحيح مسلم وصحيح البخاري حيث جاء على لسان محمد نبي العرب وسيدهم قال بعدت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبوعيه السبابة والوسطى ولكن الجدير بالذكر أنه كانوا كثيرين من يعتقدون بقرب الساعة أي نهاية العالم في تلك الفترة فللمزيد من المعلومات سوف نتحدث عن هذا الموضوع أكثر في الحلقة القادمة شكراً لوجودكم معنا وإلى اللقاء في الحلقة أخرى شكراً للمشاهدة